أهلا بكم مجددا مع استمرار آثار الحرب في أوكرانيا تتجه الأنظار إلى ويمينغ الأمريكية لتشخيص واقع الاقتصاد العالمي وحالة التضخم فكيف ستسهم المساعي الأمريكية في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية يكتسب الانتعاش الذي سجلته مؤشرات وولستريت منذ بداية الشهر الجاري ثقة متزايدة بين المستثمرين الذين يراقبون اتجاهات السوق المالية غير أن مجموعة من الأزمات تلقي بذلالها على هؤلاء الذين وجدوا في كلمة رئيس الفدرالي الأمريكي جيرون باول أمام قمة جاكسون هول بولاية ويومينغ ما يشبه طوق النجاة بعدما أعلن أن مؤشرات الاقتصاد تظهر بعض الزخم القوي الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بالمقارنة مع النمو الذي حققه عام 2021 لكن في رأيي أن الأداء الاقتصادي يظهر بعض الزخم القوي خاصة في سوق العمل رغم أن الطلب يزيد على العرض وقد بلغ معدل التضخم أكثر من 2% وقد تحسن خلال الشهر الماضي باول الذي تحدث أمام القمة السنوية التي تجمع عددا من محافظي المصارف المركزية والأكاديميين وخبراء الاقتصاد لبحث آخر التطورات الاقتصادية والمالية أكد أن المصارف المركزية تتحمل مسؤولية التوصل إلى تضقم منخفض لافتا إلى أن استمرار التضقم يعود إلى ارتفاع الطلب والعوائق التي تقيد العرض القمة التي يناقش فيها المجتمعون معضلة رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضقم ومخاطر الركود راهنت عليها وول ستريت للخروج بتوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي على طريق التعافي بدعم من سوق العمل القوي ومعدلات التضخم التي بدأت بالتراجع لكن هذه الأمال يشوبها القلق فالمستثمرون يدركون جيدا أن الأسباب التي أشعلت التضقم لم تنتهي والحديث هنا عن أزمة أوكرانيا المستمرة وتداعياتها على أسواق الطاقة هذا ما أكدت عليه البيانات الاقتصادية المتتالية حيث خفض البيت الأبيض قبل أيام توقعات النمو للعام الجاري بشكل حاد إلى واحد واربع عشرة نقطة مئوية كما عبر عنه انقسام البنوك الاستثمارية في توقعاتها لحركة سوق الأسهم فمنها المتفائل كبانك أوف أمريكا وجي بي مورغان الذين توقعا أن تستمر مكاسب الأسواق في حين أن مصارف مثل جولدمين ساكس ومورغان ستانلي اتخذت مصارا مختلفا بعدما حذرا من أن المكاسب الحالية فخ سيتبعه سقوط حاد للمؤشرات ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من واشنطن عبر خدمة زوم هنري آرون رئيس مجلس إدارة بروسوا فرجينيا مكلوري وزميل أول في برنامج الدراسات الاقتصادية في معهد بروكينغز ومن باريس أستاذ الاقتصاد في معهد العلومي السياسي أليكساندر كاتب أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد هنري آرون وما قاله رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي بتوصيفه لواقع الاقتصاد هل جاء هذا التوصيف واقعي لدرجة مقلقة؟ أعتقد أن الاحتياط الفدرالي على حق برفع أسعار الفائدة بشكل كافي لتخفيض توقعات التضخم والتضخم الحقيقي الأمر غير الواضح هو ما هي مستويات هذه الارتفاعات وفرضا عن ذلك وهل يعلم الاحتياط الفدرالي ذلك أم لا؟ هل عندما يكبح الزخم الخاص بالتضخم؟ هل هذا سيكون له آثار؟ كل الاقتصاديون هنا في الولايات المتحدة يعتقدون أن السياسة النقدية هي أداة قوية للغاية ولكن لابد من معرفة عدم القيام بأكثر من اللازم وهذا أمر صعب وربما هو فن يعني حتى الفن يدخل في موضوع الاقتصاد ومن هنا نتحول إلى ضيفنا من باريس السيد ألكساندر كاتب هذا الفن في إدارة الاقتصاد كيف يمكن أن ينعكس على الاقتصاد الأوروبي والجميع الآن في بوتقة واحدة والجميع متأثر بشكل أو بآخر بالتطورات الاقتصادية التي نجمت عن الحرب الروسية على أوكرانيا شكرا أكيدا الاقتصاد الأوروبي سيتأثر من السياسة النقدية الأمريكية في المرتبة الأولى بسبب كل العلاقات التجارية والمالية بين الولايات المتحدة وأوروبا وهذا يأتي في هناك ظروف أزموية شديدة في أوروبا متعلقة بالحرب في أوكرانيا وتأثيرها على عرض الطاقة وخصوصا الطاقة الكهربائية والتي ارتفعت إلى مستويات قياسية واليوم الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى ركود يكون ربما أشد مما يواجهه الاقتصاد الأمريكي نعم ولكن فيما يتعلق بالخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة هي ترفع من حجم الفائدة وهي ترى بأن هذا الحل ربما يكون الأنجع وكما قال رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي لا يجب التأخر للقيام بهذه الخطوات كيف تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد الأوروبي هل من منعكسات هل من تأثيرات يمكن أن يشده الاقتصاد الأوروبي نتيجة لهذه الخطوة الأمريكية أكيد التأثير الأول هو على العملة الأوروبية على اليورو فرأينا أن اليورو تنازل بشدة كبيرة في الأشهر الماضية وهذا متعلق برفع الفائدة في الولايات المتحدة وإذا تم الفرق بين المصرفين المركزيين على المستوى الذي هو اليوم فيه فلا نرى كيف اليورو يمكن له أن يرتفع بالنسبة إلى الدولار وهذا سيشدد التدخم في أوروبا وهذا سينعكس سلبيا على الاقتصاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي فيلزم له أن يرفع فائدته بنسبة أكثر مما كان يتوقعه إن لم يكن هناك هذا التفارق في السياستين النقديتين نعم أعود إليك مرة أخرى سيد هنري أرون ونتحدث عن هذه السلسلة من رفع الفائدة ربما هي المرة الرابعة أو أكثر التي يتم فيها رفع الفائدة خلال هذه الأشهر وهي نسب كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية هل بالفعل رفع نسبة الفائدة يمكن أن تؤثر على مستوى التدخم إذا كان سبب التدخم الرئيسي وهي الحرب الروسية على أوكرانيا هي ما زالت قائمة نعم أريد أن أتوسع قليلا في لماذا أنا قلت أن الصعوبة للوصول إلى الحجم الحقيقي لرفع أسعار الفائدة دعونا نتخيل الولايات المتحدة موجودة في فراغ وهذا طبعا غير صحيح حتى في هذا الوضع التأخير بين الوقت الذي يتم رفع فيها أسعار الفائدة وتأثير ذلك على الاقتصاد هو أمر غير يقيني ولكن الولايات المتحدة هي جزء من العالم الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى مراكز الأنشطة الاقتصادية الأخرى الاتحاد الأوروبي والصين لقد استمعتي للتو من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه ركود كما ذكر الضيف في نفس الوقت هناك أيضا ضغوط تدخمية كبيرة بسبع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت عدة مرات في أوروبا وطبعا الارتفاع أقل كثيرا في الولايات المتحدة الاقتصاد الصيني يبدو أنه عاد إلى أيضا الركود ولكن اقتصاد الصيني أكثر انفتاحا من الماضي وهو ربما من المحتمل أن يعاني في الشهور القادمة إذن الآن نحن الولايات المتحدة وبها معدل تضخم أعلى مما نتوقعه والاحتياط الفدرالي ملتزم بخفض معدلات التضخم ولكن درجة التضخم في الولايات المتحدة تتأثر ليس فقط بما نفعله في الداخل الأمريكي ولكن بسبب أحداث في أوروبا غير يقينية وأيضا في الصين التي ربما هي أكثر عدم يقينا من أحداث أوروبا إذن هناك تداخلات كثيرة نتسم بالاقتباس حول العالم نعم وأنا أريد أن أسأل عن هذه التداخلات الكثيرة والعين على الولايات المتحدة في هذا الاجتماع وما تم الإعلان عنه هل تغرد الولايات المتحدة فقط وتهتم فقط بأن يكون هناك احتواء لهذا الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة أم هي تحاول أن تسهم في تخفيف الآثار لهذه الحرب الاقتصادية وهذه الحرب الروسية على أوكرانيا على حلفائها أيضا أن تكون هي عامل دفع لاقتصاد حلفائها معظم سياسات أو صناعة سياسات في كل البلاد في معظم الأحيان تحاول أن تحقق المصالح الداخلية للدول هذا ينطبق على الاحتلاط الفدرالي أو البنك الأوروبي المركزي وأعتقد أنه أيضا انطبق على القادة في الصين نحن نشارك مع الأوروبيين في محاولة في رفع معدلات الغاز الطبيعي الذي يصل للأوروبا للتخفيف من تسييس عملية تزويد الغاز من روسيا إلى أوروبا هذا طبعا أمر صعب ولديه قيود ولا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة تفعل كل ما تستطيع للمساعدة على تسريع هذه العملية هذا يحقق مصلحها لنا وأيضا يحقق مصلحها لأوروبا نعم أعود مرة أخرى إلى الدكتور الكسندر كاتب ونتحدث عن هذه المصالح في أوروبا ومدى ارتباطها في الولايات المتحدة والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة ليس فقط فيما يتعلق بنسبة الفائدة وإنما الخطوات الاقتصادية فيما يتعلق بالغاز وغيرها من مصادر الطاقة إلى أي مدى بالفعل يمكن أن تساهم في التخفيف من وطأة هذه الظروف الاقتصادية على أوروبا أكيد كما قال ضيفك من واشنطن هناك خطوات قامت بها الولايات المتحدة على المستوى السياسي وعلى مستوى منتجي الغاز مثلا لتصدير كميات أكبر إلى القارة الأوروبية واليوم الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في الدول التي تصدر الغاز إلى أوروبا وهي تصدر أكثر مما تصدره اليوم روسيا حقيقة ولكن هذه البنية التحتية لرفع أكثر من مستوى هذه الصادرات يأتي شيئا فشيئا إلى بعض العجز لأن يلزم هناك استثمارات ضخمة لرفع هذه البنية التحتية لتصدير كميات أكثر وإنتاج كميات أكثر من الغاز وحتى نصل إلى هذه المرتبة ربما في سنتين أو ثلاث سنوات فالقارة الأوروبية ستعاني من هذه الأزمة التاقوية ويجب لها أن تجد أيضا معاوذات أخرى للغاز الروسي مثل ماذا دكتور في هذه المرحلة مضت الآن ستة أشهر على الحرب والحديث مستمر أنه يجب أن يكون هناك مصادر أخرى للطاقة يجب أن يجد الأوربيون حلا لهذه الأزمة هل أصبحت هناك صورة واضحة عن المخرج؟ بطبيعة الحال هناك دول مثلا كقطر يمكن لها أن تزيد من إنتاجها وأن تصدر أكثر غاز إلى الاتحاد الأوروبي هناك أيضا إيران مثلا فإيران هي قوة عملاقة في قطاع الغاز ولكن هذا مرتبط بحل المسألة النووية الإيرانية والاتفاق على الطاقة النووية الإيرانية وحتى يتم حل هذه المسألة وهذه العقدة فلن يكون هناك حلا سهلا يأتي من هذه الدولة نعم أعود إليك مرة أخرى سيد أرون إن كان لديك ما تريد أن تقوله فيما يتعلق بإيجاد الحل عن طريق التواصل إلى الاتفاق النووي مع إيران وأيضا أريد أن أسأل عن هذه الخطوات الأمريكية التي تتخذ بما فيها رفع الفائدة هل يتوقع الكثيرون أن يكون هناك خفض لهذه الفائدة في المدة القريبة أو الموضوع مستمر على مدى سنوات دعني أنتقل الأمر لا يتعلق فقط بإيران التي يمكن أن توفر مزيد من كميات الغاز الطبيعي ولكن هناك أيضا هناك سعر النفط وإنتاج النفط والمتجات البترولية المرتبطة بذلك في هذا الصدد هذه الدول التي لديها احتياطات كبيرة وقدرات كبيرة يمكن أن تسدي العالم معروف كبير من خلال زيادة الإنتاج طبعا وهذا يعود بنا إلى ما تحدثنا عنه في السابق فيما يتعلق بما تفعله الدول تم زيادة الإنتاج بشكل طفيف لأن الأسعار المرتفعة حاليا تخدم مصالحهم هناك تضارب بالتأكيد بين المصالح الذاتية للدول المنتجة للنفط ومصالحها في رفاهية الدول الأخرى بما في ذلك حلفائها حتى الآن أعتقد أن المقولة الأولى ربحت المقولة الثانية نحن في مرحلة صعبة الآن صناع السياسات على ما أعتقد في كل مراكز الرئيسية في الصين وفي الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد وفي عواصم الدول المنتجة للنفط وفي واشنطن لديهم مصالح متضاربة الآن الأمر لا يتعلق فقط بأن هناك تضارب بين مصالحهم لكن هناك عدم يقين فيما يتعلق ما هو التأثير النهائي للسياسات التي يتبنوها اليوم على مجمل الأوضاع ما رأيناه في الولايات المتحدة ومن احتياطي الفدرالي ورئيسي هو التزام قوي للاستمرار في المزيد من رفع أسعار الفائدة التي يعتقد أنها ستكون كافية لوقف التضخم ولكن ليست كبيرة لدرجة أن تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود كبير هو سيحاول والكثير يأمل أنه سينجح في ذلك ولكن هل سينجح في ذلك أم لا سنرى ما الذي سيحدث شكرا جزيلا لكم من واشنطن هنري أرون ومن باريس أليكساندر كاتب شكرا لكم